ارتبط بالفنانة هلا الشيحة كانت أكبر منه بـ 11 سنة وامراته جابت له رقاصة فعيد ميلاده عملت له مفاجأة من نوع خاص وفرح عمل جادة كبيرة على ساشا ميديا حكاية محمود شهين ابن أخه الفنانة الهام شهين وسر تصدره الترند بشكل مستمر محمود شهين مدير التصوير من عائلة فنية كبيرة جدته ظهرت العلا وجده المخرج خسن الصيفي وأبوه منتج أيمن شهين عمته إلهام شهين وده يفسر لك سر حبه للتصوير والفن محمود بن صغره بيحب الفن رغم أن دراسته كانت بعيدة عن الفن في البداية دخل كلية الحربية وتقبل لكن بعدها مرتحش وقرر يشوف شغلة تاني وهنا اشتغل في البزنس لكن برضو كان حاسس أنه مش عارف يشتغل وبسبب عائلته يتعرف على مخرجين ومنتجين كبار وكمان مديرين تصوير ومنهم واحد عرض عليه روح يتدرب معي في التصوير ويجرب حظه وفعلا محمود شهين سمع الكلام وجري طلع على الكاميرا ومنزلش لحد النهاردة فقى واحد من أشهر مديرين تصوير في مصر كلها حياة محمود شهين الشخصية كانت غريبة شوية وده لأنه في البداية دخل في قصة حب مع الفنانة هالا الشيحة اللي كانت أكبر منه بـ 11 سنة وانتشر ليهم صوروا فيديوهات مع بعض من أماكن مختلفة وعلاقتهم كانت سلعيم لدرجة أنهم كانوا بيحضروا في المهرجانات السوى وهم الناس كلها كانت بتسأل هل هيجوزوا ولا هيفضلوا كده الغريب أنه إلهم شهين طلعت أكدت خبر الارتباط وقيلت أوفي بينهم قصة حب المهم بعد فترة انفصلوا عن بعض وارتبط محمود بمراته معها جبريل وفضل معاها أربع سنين اتخطبوا وجهزوا عشة زوجية لكن الفرح كان بيتأجل كل مرة لظروف مختلفة لحد ما تم الفرح وقلب الدنيا بسبب الأمور الغريبة اللي تمت فيه زي محمود فضلة على مدار الفرح كله كان ماسك الكاس وكان بيشرب عمال على بطال ده غير علاقته ببنت خلته وكانت إلهام صفي الدين والملقبة بإلهام الصغيرة محمود من وقت فرحه اتعرض لانتقادات كتيرة وقال والله عيب ما يصحش كده المهم بعد فترة بسيطة من الجواز مراته فجأت الكل وجابت له رقاصة فعين ميلاده وعملت له فقرة سحرة والناس ما بقتش فهمة أي حاجة خالص ودفع محمود عن نفسه وقال اللي قاعدين بينتقدوني وما يعرفوش أي حاجة عني ولا يعرفونا مريت بإيه وما يعرفوش حياتي عاملة إزاي ولا يعرفو علاقتي بربنا إيه علشان في ناس كتير كفارتني كلما كان فرحي كان تريند شكرا لكن شوية وهيموت وما عنديش رد على كل الانتقادات دي غير إني واحد مبسطة الحمد لله في فرحي جدا ومبسوط إن إحنا حققنا الحلم اللي كنا نفسنا فيه وتجوزت الإنسانة اللي كنت بحبها وعن بكاء الهم صفية دين في فرحي قال أنا بالنسبة لها أخوها وصاحبها وبتجوز وفرحة رهيبة لأن الكل كان بعيط الناس ركزت بس بإنها بتهتم بيا ودي بنتي وأختي وصحبتي إحنا عيلة فهل في بين الأخوات أي حاجة؟ الناس دي بتفكر إزاي؟ ترجمة نانسي قنقر